بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الصغار تنميذ السنة الرابعة والخامسة لقد أطلت عليكم بالإجابة ولكن هذه لظروف أستسمحكم أبناء الصغار ولقد عدت إليكم اليوم مع الإجابة عن ما اقترحته من تمارين حول القسمة إذن أذكر شفويا دون التوقف 25 يساوي 5 في 5 زائد 0 3 و 5 يساوي 8 في 6 زائد 5 20 يساوي 3 في 6 زائد 2 70 يساوي 10 في 7 زائد 0 61 يساوي 7 في 8 زائد 5 و 14 يساوي 4 في 3 زائد 2 إذن هذه التدريبات تساعدكم على تثبيت جودر والضرب والحساب الذهني السريع وننتقل للتمارين الثاني أكمل بالعدد الكلي دون إجراء العملية 5 في 4 يساوي 20 زائد 2 يساوي 22 2 في 6 يساوي 12 والواحد 13 3 في 7 يساوي 21 زائد 2 يساوي 23 8 في 8 يساوي 64 زائد 0 تبقى 64 6 في 7 يساوي 42 زائد 3 يساوي 45 10 في 33 زائد 8 يساوي 38 إذن أتينا إلى نهاية هذين التمارينين الشفويين وعليك بكتابة يعني تكتب تمارين مثل هذه يعني عبارات عن الحصص يعني القسمة مثل هذه وتتدرب عليها حتى تصبح ماهرا في الحساب السريع ننتقل الآن إلى الجزء الثاني لفقرة التدرب أفكك بحيث يكون القاسم 4 17 يساوي 4 في زائد ما هو مضاعف الأربعة الأقرب إلى 17؟ هو 16 إذن 4 في 4 يساوي 16 زائد 1 يساوي 17 26 ما هو مضاعف الأربعة الأقرب إلى 26؟ هو 24 إذن 4 في 6 يساوي 24 زائد 2 يساوي 26 42 أيضا المضاعف الأقرب إلى 42 هو 40 4 في 10 يساوي 4 زائد 2 يساوي 42 29 يساوي 4 في 7 4 في 7 يساوي 28 زائد 1 يساوي 29 61 يساوي 4 في 15 يساوي 6 زائد 1 يساوي 61 العبارة الأخيرة من الثمانين الأول 32 يساوي هو مضاعف أصلا هو مضاعف للأربعة إذن البقية يكون 0 4 في 8 هذا بالنسبة للثمانين الأول ننتقل للثمانين الثاني أضع إطارا حول العبارة الصحيحة حيث 7 هو القاسم 28 يساوي 7 في 3 زائد 7 7 في 3 يساوي 21 زائد 7 يساوي 28 المساوى صحيحة ولكن إذا قمنا إذا كانت هذه العبارة خاصة بالقسمة فالقسمة لا تقبلها لماذا؟ لأن القسمة تقول أن الباقي مستحيل أن يكون أكبر أو يساوي القاسم يجب أن يكون دائما أصغر من القاسم وكما نلاحظ أن السبعة يساوي 7 لهو القاسم ولذلك العبارة خاطئة من المفروض أن نقول 28 يساوي 7 في 4 زائد 0 44 يساوي 7 في 6 زائد 2 7 في 6 يساوي 42 زائد 2 يساوي 44 وهذه أول عبارة صحيحة المساوى الثالثة 58 7 في 8 يساوي 56 وخمسون عفوا يساوي 6 وخمسون زائد 4 يساوي 60 إذن العبارة خاطئة 20 يساوي 7 في 2 14 زائد 6 20 7 في 10 يساوي 70 زائد 2 يساوي 72 إذن هذه العبارة أيضا صحيحة والعبارة التي قبلها صحيحة وآخر عبارة 65 يساوي 7 في 9 زائد 5 هذا صحيح 7 في 9 يساوي 63 ماذا ينقصون وكم ينقصون ينقصون إثنان فقط ليس خمسة وهذه العبارة خاطئة إذن نكملنا مع التمرين الثاني لفقط أتدرب ننتقل الآن إلى أول وضعية من سلسلة هذه التمرينات الخاصة بالقسمة الوضعية هنا حضرت لها الانطلاق والجسر والوصول إذن الانطلاق والجسر والوصول في الوضعية البسيطة نستطيع أن ندرب أولادنا على هذه الأفكار البسيطة التي اقترحتها الانطلاق أننا نعرف ما هو الانطلاق يعني الانطلاق عندما قرأنا الوضعية عرفنا عدد الصفحات إذن الانطلاق هو عدد الصفحات وهي 224 صفحة ما هو الجسر؟ الجسر هو عدد الصفحات التي يقرأها أمين يوميا إذن الجسر هو عدد الصفحات التي يقرأها أمين يوميا وهي خمس صفحات يعني لحد الآن الانطلاق لدينا المعلومة 224 صفحة الجسر لدينا أيضا عدد الصفحات يوميا الوصول يعني ماذا نبحث في الوضعية يعني نصل إلى ماذا؟ إلى عدد الأيام التي أكمل فيها الكتاب يعني التي قرأ فيها الكتاب هذه المدة بالأيام التي قرأ فيها أمين هذا الكتاب المكون من 224 صفحة إذن سنقوم إذن الوصول هنا عندنا عالمة استفهام لا نعرف وحضرت أربع عمليات هنا عندنا عملية الجمع يعني بالترتيب على حسب ما درسنا منذ السنة الأولى إلى السنة الرابعة الخامسة يعني أربع عمليات مبرمجة إذن عملية الجمع أما عملية الطرح أما عملية الضرب أما عملية القسمة نترك الأولاد يفكرون الآن إذا قمنا بعملية الجمع هل يمكن لنا أن نجمع 204 صفحة زائد عدد الصفحات التي هي خمسة حتى نصل إلى عدد الأيام نبحث عن عدد أو المدة المدة بالأيام هل يمكن ذلك؟ صفحة زائد صفحة توطينا يوم؟ لا إذن لن نستطيع أن نقوم بهذه العملية العملية هذه خاطئة إذن تبقى لدينا ثلاث عمليات هل يمكن أن نقوم بعملية الطرح؟ هل يمكن أن نقول 224 صفحة نقص 5 صفحات يساوي 219 يوما؟ ننقص الصفحات من الصفحات تعطينا الأيام؟ لا هذا غير ممكن طبعا لا لا يتغير الوحدة لا تتغير إذن تخلصنا من عمليتين وبقيت لدينا عمليتين هل نقوم بعملية الضرب؟ معناها أنه 224 في 5 حتى نجد عدد الأيام هل يمكن أن نضرب الصفحة في الصفحة؟ هذه الوحدتين هل تجتمعان في عمليت الضرب؟ أبدا هذا نحية الأولى ثانيا هل المدة بالأيام تكون أكثر من عدد الصفحة؟ يعني أكثر من 224؟ أو أقل من 224؟ أقل طبعا خمس صفحة يوميا طرح المتكرر نقص خمسة في اليوم الأول نقص خمسة في اليوم الثالث نقص خمسة في اليوم الرابع إلى غير ذلك إلى أن نصل إلى هذا العدد أو ما يقاربه إذن لا نستطيع أن نقوم بهذه العملية تبقى لدينا العملية الوحيدة التي هي القسمة ونقوم بالعملية عمودية الآلية إذن نقوم بعملية القسمة الآلية نقوم بالآلية 224 قسمة خمسة نلاحظ أنه أول شيء نلاحظه يجب أن يلاحظه التلميذ الأولاد أن هذا العدد ليس مضاعفا للخمسة يعني هناك باقي حتما هناك باقي إذن لدينا ثلاث أرقام ولدينا رقم واحد أول مرحلة نرقوم بها هي أننا نعرف أو نأخذ بعين يتبر أن هناك باقي ثاني مرحلة ما هو الحاصل كم رقما في الحاصل لنبدأ 2 أصغر من خمسة مباشرة نأخذ 22 هذه المرحلة الأولى يعني لدينا رقم في الحاصل هذه المرحلة الثانية ولدينا رقم آخر إذن الحاصل مكون من رقمين بالضرورة 22 قسمة 5 ما هو مضاعف الخمسة الأقرب إلى 22 هو 20 وهناك عملية تطرح فيما نضرب الخمسة يعطينا 20 في 4 4 في 5 في 20 ويبقى 2 ننزل 4 للمرحلة الثانية 24 على 5 ما هو مضاعف الخمسة أقرب إلى 24 هو 20 فيما نضرب الخمسة يعطينا 24 4 4 في 5 27 والباقي 4 إذن هذا هو الحاصل هل نقول أن آمينا يكمل الكتاب قراءة الكتاب في 44 يوما لا ننسى أن هناك باقي 4 صفحات يعني لو لو قضى 44 يوما يقرأ الكتاب لم يكمله بعد إذن هذه الأربعات تدخل في اليوم الخامس والأربعين مئتاني وأربع وعشرون يساوي 5 في أربعة وأربعين زائد أربعة ها هي العبارة العبارة هذه إذن عندما نجيب ماذا نقول إجابتكم بهذه الطريقة يكمل أمين قراءة الكتاب في 45 يوما وهذا ما يخطأ فيه تلميذ عندما يجدون دائما الحاصل يأخذون الحاصل دون التفكير وهذه الفكرة نجدها في الكثير من الوضعيات يجب التنبع أو الانتباه إليها حتى لا نقع في الخطأ مثل أفرغنا كمية من السوائل في أوعية وبقية كم وعاء نحتاج إذن ذلك الباقي دائما نحتاج إلى وعاء آخر الذي لا يكون مملؤا طبعا ولذلك هذه الأفكار يجب أن ننفت نظر التلميذ إليها حتى لا يقعوا في الخطأ إذن هذه الحلقة الأولى من الإجابات عن الأسئلة والتمارين المقترحة للقسمة انتظرونا في الحلقة الثانية بإذن الله مع الشرح للوضعيات الباقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر